بعيداً عن المخيمات وبنفس دائرة المحنة نازحون في منطقة الحضيرة في محافظة صلاح الدين يقيمون في هذه البيوت التي أحالتها الميليشيات إلى ما تبدي الصورة لم يصلهم أي مسؤول ولم تسأل عن أحوالهم أي جهة حكومية أنا مواطنة من محافظة صلاح الدين أسكن أنا وأطفالي بقرفة مهجرين يعني والله هذا البيت يخر علي وعليهم وانس عندي ست أطفال هذول هم الموجودين وما عندي الناس تساعدنا رجعنا إحنا عوائل فقيرة رجعنا من حالة النزوح إلى حالة ومعاناة أكبر يعني تصور هالقرية أكوها عوائل قاعدة جوا سقف واقع عن نص بهذا الشتر البارد أو يجيها الصيف الحار ما عندنا الدولة ما ملتفت علينا لا براتب لا بتعويض لا برعاية اجتماعية لا خدمات ومع كل هذه الظروف المأساوية لا تخلو عائلة من هؤلاء النازحين من معتقل أو مغيب قسريا الميليشيات لم تكتفي بسرقة المنازل بل عمدت إلى حرقها لكي لا تترك أي مجال للمهجرين بالاستقرار في مناطقهم ودفعهم إلى مغادرتها رجعنا معانات مو طبيعية معانات ثانية يعني رجعنا لقينا بيوتنا محترقة كلتها وبهاي القرفة أنا عايشة أنا وجهالي عش 15 نفر وحتى من تقوم تمطر الدنيا يقوم ينقط علي أنا أمفطر من الحرق المدهج هو في هذه الحالة المحزنة أن هؤلاء النازحين تضعهم الحكومة في سجل العائدين إلى مناطقهم فإذا كان هذا الواقع يسمى عودة طوعية فما هو النزوح إذن؟